قامت وزارة الداخلية بإفادة عدد من الضباط والضابطات بمختلف مدريات الأمن لاستحاب أبناء الشهداء في بداية العام الدراسي الجديد يتي ذلك تأكيدا على أن تضحيات آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون بها كأروع مثال في التضحية والفداء في تقليد سنوي ذو طابع إنساني تحرص عليه وزارة الداخلية أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة واستحاب أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد وهو مشهد يعكس الاهتمام الكبير بأسر الشهداء والتقدير للتضحيات التي قدمها آبائهم لينعم الوطن بالأمن والاستقرار الذي مهد الطريق للبناء والتنمية نحو تأسيس جمهورية جديدة أحب أشكر الوزارة الداخلية إنه هما دايماً فاكريننا ومعينا النهاردة أول يوم مدرسة وجايين يوصلوا أحمد وده بيحصل كل سنة والحاجة دي تخديه طبعاً فرحان ومبسوط وحاسس إنه هو صحاب بابا دايماً معي وفاكرينه ومش نفسينه وأحب أشكر سيادة الرئيس على توجيه الدائم براعية أسر الشهداء والأخاص لأولادهم ات يا بلد الدنيا دية فوقتاتي مسئولية جلبوا يا زر عخية يا ابني لما تحبها حب الضميل لو هدفحك عمري ليكي نشق قليل علموني إني منجرش الجديل لو حياتي تملى حلمك ابقلت فيني معلمك ابقلت بي اسمي معلمك جدي يقولي إن ابقلت كان قصير اسمي مصري يبقى مش مفروضة كان اسمي مصري يبقى مش مفروضة كان عارف أني بقول كلام هيباً كبير رغم سني يخطو أبناء الشهداء خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد مع ترحيل كبير بهم عند دخولهم المدارس من زملائهم والعاملين بهذه المدارس تأكيداً على أن مصر لا تنسى من ضحى من أجلها ابن الشهيد هو ابننا كلنا فإحنا كلنا لازم نكون متواجدين معاه كلنا متضامنين معاه كلنا بندعمه رئيس عبدالفتاح السيسي هو الزباط مشكورين طبعاً بيعملوا كل اللي هما يقدروا عليه معانا وإحنا والله العظيم مش عارفين نعمل معهم إيه يعني ما بصراحة بيعملوا كل حاجة اللي يقدروا عليها معاهم إحساس طبعاً جميل اللي هو أنت مش لوحدك دي الفكرة أن تواقف قدام مثلاً بتاع 400 طالب تبكرم حس أن إنت ليك حاجة تعتز بيها ليك شهادة أن إنت أنا والدي شهيد إسمي مصري يبقى مش مطرولة خاب إنتي أغلى عندي مني دعتراض ياللي منك خد تقمتي رغم كل الصعب قمتي عيشي دايماً يا حببتي حتى لو هنمت عشاني للألام لو هتحق وغبليكي نشق قليل علموني أني مجرش الجميل لو حياتي تملى حلمك ابقلت فيني بعلامك تبقي اسمي بقلبك تبقي قولي إن ابنت كان قصير اسمي مصري يبقى مش مطرودة خاب اسمي مصري يبقى مش مطرودة خاب عارف اني بقول كلام هيباً كتير رغم سني لسا عندي كلام كتير كت يا بلد الدنيا ديّة وقتا في مسئولية جلبوا يا زرع خيّة يا بني لما تحبها حب الزمين سعيدة النهاردة بوجود وزارة الداخلية كلها معانا النهاردة بتكريم ولاد الشهيد وكل مش ديه أول سنة لأ دي كل سنة وطبعاً بشكر السعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دور وزارة الداخلية اليوم دوت وتقديم الطفل ودخول المدرسة ده الواحده بيحفظ الطفل جداً بيعوضه مش هقوله بيعوضه حاجات كتير بس على الأقل فيه تقدير معنوي تقدير اجتماعي قدامه قدام زميله مشهد استحابي أبناء الشهداء إلى مدارسهم يتقرر في كل المحافظات وهذه الصور الإنسانية من حفاوة الاستقبال تؤكد معها للرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لأسر الشهداء على كافة المحتويات بخاصة الاجتماعية والمعنوية موسيقى 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 يبقى مش مطلولة خال انت أغلى عندي مني الاعتراف ياللي منك فت قمتي رغم كل الصعب قمتي عيش دايماً يا حبيبتي حتى لو هنمت عشانك للألام لو هدفك عمري ليكي نشق قليل علموني اني منكرش الجميل لو حياتي تملى حلمك تبقي لفيني بعلمك تبقي اسمي بقلمك تبقي قولي ان ابنك كان قصير اسمي مصري يبقى مش مطلولة خال اسمي مصري يبقى مش مطلولة خال ذكرى شهداء وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وتحمل أسرهم يعكس إيمانهم بعظم التضحيات وقيمة الوطن وأبناء الشهداء موضع رعاية واهتمام الجميع انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه الشهداء وأبنائهم وستظل وزارة الداخلية تقدم لهم الرعاية والدعم والمساندة اشتركوا في القناة